تم شرح كل الأهداف من هذا المشروع التنظيمي والفلسفة من وراءه وكيف أن يكون هذا التشريع يسد ثغرة في تنظيم الإعلام الوطني الكويتي مساندة للتشريع المطبوعات والنشر والمريء والمسوء وتقدمت واستمعت الحكومة مثل وزارة العلام بكافة الملاحظات من الأخوة رئيس وعضاء لجنة تعليمية في مجلس الأمة الموقر ونحن الحقيقة كلنا فيه خندق واحد مركب واحد لخدمة الكويت ومستقبلها ونحن على ثقان شاء الله بأن كل الآراء والمقترحات التي تصب في تعزيز دور الإعلام الوطني المهني نحن مع هذه الجهود